اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حواري فرنس 24 من باريس مع الكاتبة السورية والناطقة باسم نجان التنسيق المحلية للثورة السورية ريمة فليحان ومنسقة اللجنة التحضيرية لمؤتمر القاهرة مؤتمر المعارضة بطبيعة الحال اهلا بك سيدة الكريمة اهلا بكم شكرا لك يلقبونك بانك ثورجية من العيار الثقيل ما السبب اولا؟ ربما لانني كنت منذ بداية الثورة مع المتظاهرين في الشارع لانني احمل هذا الفكر بقلبي واؤمن بهذه الثورة وادعم هؤلاء الثوار بشكل كبير لانني ايضا اؤمن بهم وبوطنيتهم وبسمو اهدافهم انا مندفع لأهداف هذه الثورة الى الاخر ربما من اجل هذا يقولون عني هذا ومتفائلة ربما بشكل اخر ولديك موقف خاص حتى من نتائج مؤتمر القاهرة يعني بالنوجة نظرك نتائج المؤتمر مثمرة على العكس ما قاله الكثير من المعارضين لانني اقيص الامور حسب النتيجة يعني ما كان يعني نسأل بداية ما هو المطلوب من هذا المؤتمر وما هي النتيجة التي خرج عنها هذا المؤتمر كان المطلوب من المؤتمر ووفق الاجتماع التحضيري الذي حصل باستنبول قبل اكثر من اسبوعين من بدء عمل اللجنة التحضيرية كان المطلوب وبشكل واضح والقرارات التي خرجنا عنها الخروج بوثيقة ملامح مرحلة انتقالية ووثيقة عهد وطني اتفق عليها كل اطياف المعارضة وفعلا هذا ما حصل في مؤتمر القاهرة خرجت هذه الوثيقة وثيقة العهد الوطني وخرجت وثيقة ملامح المرحلة الانتقالية ووفق رؤية تجمع المعارضة السورية اذا المؤتمر وصل الى اهدافه التي عقد من اجله هناك بعض الثغرات هناك بعض الاخطاء وهذا طبيعي لا شيء كامل حصل هناك مشكلة في الوفد المجلس الوطني الكردي لكن الاعلام تصيد خروجهم من القاعة بلحظة غضب بطريقة غير صحيحة وغير موضوعية وبنى على هذا الموقف ان المؤتمر فشل وهناك انشقاق لم يسمع التصفيق داخل القاعة حين تم التوافق على الوثيقتين ولكن حتى قبل هذا المؤتمر كانت ثمة مقاطعة من قبل مكون اساسي وهو الجيش السوري الحر الذي اعتبر المؤتمر مؤامر بعض يعني اعتقد مع احترام الكبير للجيش السوري الحر البطل الذي يقوم بشيء جميل جدا هم يدفعون الثمن من دمائهم ويحمون المدنيين ونحن نقدر مواقفهم ونحترمها ولكن اعتقد انهم تعجلوا في الحكم على المؤتمر كنت اتمنى لو انتظروا قليلا ليروا نتائج هذا المؤتمر قبل ان يبنوا احكامهم على اشاعات تبث من اشخاص من هنا وهناك يجب كان من الاجدى ان ينتظروا قليلا ايضا كان هناك في قلب المؤتمر ممثلين عن الجيش السوري الحر الجيش السوري الحر له كان ممثلين داخل المؤتمر بعض الفصائل من الجيش هي من قاطعت وخرجت هذه حتى نتحدث بشكل ربما صريح وعملي يعني لا توجد حقيقة قيادة موحدة للمعارضة السورية يعني عنوان وحيد يتجه اليها الغرب او حتى العرب ومحاور شرعي للغرب هذا ربما هذا واضح يعني هذا من الامور التي تحسب على المعارضة ضدها بمعنى اريد عنوان بريدي واحد لكل المعارضة في كل العالم اعطني دولة واحدة فيها معارضة متحدة لديها عنوان بريدي واحدة يعني اللموذج الليبي يعني كان يجب ان يحتذى به كان هناك تمت محاور شرعية لهو المجلس الانتقالي الليبي لدينا ايضا مجلس وطني يضم معظم اطياف المعارضة وايضا لدينا اطياف اخرى من المعارضة تريد ان تكون ضمن هذا المجلس او ضمن تنسيق معين الاهم والذي كان مطلوبا من المعارضة السورية شيء اساسي هو توحد الرؤية هذه الرؤية خرجت موحدة من مؤتمر القاهرة لم يعد للمجتمع الدولي اي حجة لم يعد هناك هذه الشماعة التي يعلقون عليها موقفهم المتراخي الان هناك رؤية واضحة ملامح المرحلة الانتقالية صارت موجودة بين ايديهم ولدينا وثيقة عهد وطني تحمي حقوق الجميع في سوريا لمجال بعد الان لان يكون هناك حجة بان المعارضة مشردمة وقد اتناقض مع نفسي قليلا ولكن سؤال ايضا يطرح نفسه تركيز المجتمع الدولي في كل هذه الاونة الاخيرة على ضرورة توحيد المعارضة الا ربما يخلق مشكلة ولنقول جدل في غير محله يعني الحديث عن المعارضة وعدم اتحاد هذه المعارضة ربما لإلهاء المتابع لأشأن السوري عن القضية الحقيقية وهي ضرورة ايجاد حل عملي وسريع من قبل المجموعة الدولية اوافقك الرأي تماما اعتقد ان المجتمع الدولي يملك هذه الشماعة من اجل تأجيل موقفه الذي لم يحسمه هو بعد حتى الان ولكن الذي اريد ان اقوله واوكد عليه تماما كان علينا كمعارضة سوريا وانا اعتبر نفسي ثائرة ولكن الان اتكلم كوني كنت في اللجنة التحضرية كان علينا كمعارضة تتكلمين بهدوء ايضا نعم كان علينا كمعارضة سوريا ان نجتمع تحت سقف واحد كل اطياف المعارضة ونخرج برؤية موحدة تطمئن الجميع وتقول نحن متفقين على الاساسيات متفقين على اسقاط النظام ممثلا برأس السلطة ورموز السلطة متفقين على ضمان محاسبة القتلى والمتورطين بدماء السوريين متفقين على دعم الجيش الحر ودعم الحراك الثوري واسقاط الأسد هذا الذي لم يتضمنها مؤتمر جنيف وهذا ربما ما تعيبينه أنت على مؤتمر جنيف نحن نعيب على مؤتمر جنيف هذا والوثيقة التي خرجت عن المؤتمر تطعن في مؤتمر جنيف وترسل برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي لن يساوم أحد على دماء السوريين ولن يقبل أحد ببقاء الأسد بالسلطة حتى ولو لفترة مؤقتة ما ربما أثر تعدد هذه المنابر الدولية وهذه الاجتماعات من تونس إلى إسطنبول إلى القاهرة إلى جنيف كلها على مستقبل الثورة السورية من وجهة نظرك أريد أن أقول أنها بالبداية لكي نكون موضوعين هي مؤشر هام على أن الخطى بدأت تتسارع في اتجاه سقوط النظام بعد يقول ربما أنها واقفة لا تتحرك يعني نكثر من المنابر الدولية لأنه لا يوجد حل عملي هناك خطين متوازيين يسيران الآن في سوريا وخارج سوريا في سوريا الثورة تتقدم الجيش السوري الحر بدأ يكون فعلا منغصا للنظام الحراك الثوري في الداخل أيضا تتسع رقعة المظاهرات نحن مؤمنين بقدرتنا على أسقاط النظام قد تكون فاتورة الدم باهظة وفي المقابل هناك حراك دولي في الخارج أيضا هناك تسارع في الخطوات تخلخل الموقف الروسي بعض الشيء ليس مرضيا وهو موقف عدائي من الشعب السوري بدأ الحديث يخف حول التمسك ببشار الأسد لم يكن هناك موقف حاسم الآن المطلوب من المجتمع الدولي من أصدقاء سوريا ومن كل الدول التي تريد أن تدعم الموقف السوري أو الشعب السوري حسب ما تقول هذه الجهات نريد أن ننتقل من حالة الصداقة عبر المراسلة إلى صداقة حقيقية تتمثل في الضغط على الروس لتغيير موقفهم الروس هم شريك للنظام اليوم هم يحاولون ولكن فشلوا في هذه النقطة يملكون أدوات اقتصادية كثيرة وهناك عدة أدوات يمكن أن يضغطوا بها على الروس أدوات مقايدة أيضا تماما أدوات للأسف الموقف الروسي هو للبيع والشراء كما هو واضح من ردة الفعل تجاه ليبيا في السابق وما يتجدد يوميا هل يجدر يتبادر إلى ذلك أنه تم تتراجع حتى في المطالبة الدولية من خلال مؤتمر جناف الذي لا ينادي بإسقاط الأسد هم أعتقد أنهم يفكرون في نقطة يتفقون عليها مع الروس ثم يحاولون تطوير الموقف لكن هذا لن نموذج يمني ليس مقبولا للشعب السوري ربما يفكرون في شيء يشبه النموذج اليمن بغض النظر عن ما يفكرون به الذي يهم منه اليوم أنا ماذا يريد الشعب السوري الأساس في هذه المسألة هي إرادة الشعب السوري الشعب السوري لن يقبل ببقاء بشار الأسد لن يكون هناك حكومة تجمع المعارضة بالنظام تحت راية الأسد هذا مرفوض لن نقبل به أبدا المطلوب أن يكون هناك إسقاط للنظام ذهاب العائلة الحاكمة من السلطة ضمان محاسبتهم ومن ثم تشكل حكومة وحدة وطنية بعد ذهاب هؤلاء من أجل الدخول في المرحلة الانتقالية ما لك تتحدثين على روسيا ونتحدث عن موسكو يعني على دفعات المعارضة السورية ستلتقي هذا الأسبوع والأسبوع المقبل أيضا مع الروس في موسكو بأي وجه وما هي رسائل التي سيحملونها لا أعلم تماما ما الذي يخططون له الآن لليقولونه للروس ولكن يجب أن يكون الموقف واضحا يجب أن تكون هناك رسالة واضحة للروس لم يحدد بعد المجلس الوطني السوري وتنسيقيات ما هي رسالتها إلى الروس تحديدا؟ الموضوع لا يتعلق بالتنسيقيات الدعوة هي أعتقد وفق ما قرأت اليوم في الأخبار كل أطياف المعارضة ستدعى إلى موسكو كما قرأت في الأخبار ليست لدي معلومات دقيقة ولكن إذا كان هذا صحيحا يجب أن تكون الرسالة واضحة لا مساومة أبدا أبدا على إسقاط النظام لا نريد أي حل يبقي الأسد في السلطة ولو لفترة قليلة نريد أن يبدأ الحل السياسي برحيل هذا المجرم ورموز السلطة رسالتك ربما إلى المثقفين الكتاب والفنانين مثلك تماما بعضهم ما زال في الداخل وبعضهم في الخارج ما هي؟ يعني أعتقد أنه اليوم من لا يزال صامتا رغم كل المجازر التي تحصل في سوريا ربما صامدا يقال أنه في الداخل ولكن صامت ولكن مجال صامت نعم ما احترامي الشديد لكل من هو بالداخل ولكن المثقف مطالب اليوم بأن يكون جزءا من تركيبة المجتمع جزءا من الشارع ويجب أن يكون مع هؤلاء الناس الذين هم ناسه وشعبه وأهله مطلوب من كل المثقفين اليوم من كل الفنانين من كل الأحرار في العالم أن يكونوا مع هذا الشعب السوري البطل العظيم الذي يذبح ويقتل يوميا أشكرك جزيلا شكر في الستوديو والكاتبة السورية والنطقة باسم نجانة تنسيق المحلية لثورة سورية ريمة فليحان ومنساقة اللجنة التحضيرية لمؤتمر القاهرة على قبول هذه الدعوة في حوار فرنسفاند كاتخ شكرا جزيلا لك ختم حوار فرنسفاند كاتخ مشاهدين الكرام شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة